أهل للإطلاع على آخر المسجدات في العاصمة الأمريكية واشنطن ينضم إلينا من البيت الأبيض مرسلنا هشام برار ومن الخارجية الأمريكية مرسلنا ميشيل غندور ومن الكونغرس مرسلنا عبد الرحمن البرتيسي أهلا ومرحبا بكم جميعا أبدأ معك هشام ما التفاصيل المتاحة حتى الآن بشأن الاتصال ما بين الرئيس الأمريكي ورئيس الصيني بيان مقتضب ستستره البيت الأبيض بعد مكالمة استغرقت ساعتين وسبعة عشر دقيقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني جي شينبينغ في البيان يقول البيت الأبيض بأنه يأتي جزءا من جهود هذه الإدارة للحفاظ وتعميق قنوات الاتصال بين واشنطن وبيكين وإدارة المنافسة بين البلدين الرئيسين اتفق يقول البيت الأبيض على تكليف فريقهما بمزيد من المشاورات والمناقشات بشأن قضايا مشتركة كمكافحة التغييرات المناخية والأمن الصحي فيما يتعلق بطايوان التي كانت حاضرة بقوة على ضوء زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي لهذا البلد يقول البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جدد لشي بأن السياسة الأمريكية سياسة الصين الواحدة لم تتغير لكن الولايات المتحدة تعارض أي خطوات أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم أو زعزعة أمن أو استقرار مضيقي طايوان طبعا الرئيس الأمريكي يريد من الرئيس الصيني أن يجد معه بعض مواطن الأرض المشتركة طبعا مواطن مشتركة واهتمامات مشتركة للتعامل مع أزمات مشتركة لسيما أزمة الاضطرابات في سلاسل الإمدادات والارتفاع الأسعار في متجات صينية الصنع بالتحديد البيت الأبيض يقول بأن مسألة رفع الرسوم الجمهورية التي فرط الإدارة السابقة على حوالي 350 مليار من المتجات الصينية لم تطرح خلال هذه المناقشات لكن نحن في انتظار إفحاط صحفية بعد قليل مع منسق البيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية جون كوربي الذي سيطلعون أكثر على تفاصيل ما جرى خلال هذه المكالمة الهاتفية الخامسة من نوعها بين الرئيس بايدن ونظيره الصينية قمعنا يشام نذابيلا ميشال ونحن نتحدث الآن ورد هذا الخبر العجل من الخارجية الأمريكية عن أنه لم يتم تحديد موعد معين للاتصال ما بين وزير الخارجية الأمريكية ونظيره الروسي لكن ماذا عن المحاورة المرتقبة لهذا الاتصال ميشال نعم أحمد كما ذكرت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد قبل قليل أنه لم يتم تحديد أي موعد للاتصال بين وزير الخارجية أنتوني بلينكين ونظيره الروسي سيرجي لفروف هذا الاتصال في حال جرى سيكون الأول من نوعه منذ منتصف فبراير الماضي وقبل موعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الوزير بلينكين كان قد تحدث أمس عن عرض قدمته الولايات المتحدة إلى روسيا لإطلاق سراح رهينتين أو معتقلين أمريكيين في السجون الروسية منذ سبيع وهذا العرض لم تكشف عنه الخارجية وينتظر الوزير بلينكين الاتصال مع نظيره الروسي لبحث هذه النقطة وبحث أيضا مسألة اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا وعزم روسيا ضم أراضي أوكرانية إلى أراضيها من ناحية أخرى الوزير بلينكين سيتحدث بعد دور هذا اليوم أمام معهد السلام الأمريكي في واشنطن حول إنشاء اللجنة الاستشارية أو الهيئة الاستشارية الأمريكية الأفغانية حول حقوق النساء والمرأة والفتيات وحقوق الإنسان في أفغانستان لتعزيز التواصل بين الإدارة والمنظمات غير الحكومية في هذا الصدد الوزير بلينكين كان قد أصدر بيانا صباحا هذا اليوم يتعلق بالاستفتاء على الدستور الذي حصل في تونس أعرب عن مشاطرة الولايات المتحدة المخاوف التي عبر عنها بعض التونسيين من أن يكون هذا الدستور الجديد يقود الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان ودعا إلى الإسراع في قيام وإقرار قانون للانتخابات يؤدي إلى انتخابات شفافة وشاملة وتضم الذين قاطعوا وعرضوا هذا الاستفتاء وأكد أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب التونسي في تشكيل حكومة تحافظ على الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء قمعنا ميشيل نذهب إلى عبد الرحمن ما الجديد في الكونغرس اليوم عبد الرحمن نعم أحمد بعد أن فجر جو مانشن الزعيم الديمقراطي مفاجأة بأنه يريد أن يكون هناك استكمال لقانون إعادة الانفاق الاجتماعي مع تشك تشومر زعيم الأغلبية اجتمع الديمقراطيون اليوم في مجلس الشيوخ للاتفاق على صيغة نهائية حتى يكون هناك قانون فرعي وسيسمونه ربما قانون خفض التضخم لعام 2022 حيث يستهدف الديمقراطيون انفاق مبلغ حوالي 700 مليار دولار في قطاعي التغير المناخي والضرائب حتى يستهدف خفض عجزة الميزانية بحوالي 300 مليار دولار على مدار خمس سنوات الآن الديمقراطيون يقولون أنهم بصدد الإعلان عن تصويت مبكر قبل عطلة شهر أغسطس للكونغرس وقبل أن يذهب المشرعون إلى ولاياتهم بأن يكون هناك اتفاق ديمقراطي فقط على تمرير هذا المشروع الذي يشجعه الرئيس الأمريكي جو بايدن وأيضا جانت ييلين وزارة الخزانة الآن المشكلة الوحيدة الموجودة أمام أو العقبة الكبرى أمام الديمقراطيين هي موافقة كريستن سينيما عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا التي عارضت من قبل سياسة الانفاق ولكن جو مانشن بعدما تحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ليلة أمس وتحدث اليوم أيضا مع معظم القيادات الديمقراطية بالمجلس أكد أن هذه السياسة ستساعد على خفض نسبة التضخم وسيتساعد أيضا على خلق فرص للعمل إلا أن بعض الشركات الكبرى تعارض بشدة هذا القرار ولكن في الأخير سيحاول الديمقراطيون تمرير هذا التشريع بغض النظر عن عدم موافقة الجمهوريين بعد أن يتخطوا عقبة العشرة أصوات أي يريدون فقط الخمسين صوت الديمقراطي الكونغرس سبد الرحمن البرديسي ومن الخارجية الأمريكية ميشيل غندور ومن البيت الأبيض هشام برار شكرا جزيلا لكم جميعا شكرا جزيلا لكم